موسيقى موسيقى مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحصة الجديدة من برنامج سحتك لبس نتحدث اليوم مشاهدين عن زيادة الوزن بعد الزواج وسؤالنا لماذا يزداد الوزن بعد الزواج لهذا الموضوع طبعا أسباب عديدة منها نفسية ومنها اجتماعية وطبيعية يوم معنا دكتورنا العزيزة الدكتور حافظ أحمد أستاذ الأمراض في كلية الطيب سان جورج جامعة لندن ليحدثنا أكثر عن أسباب حقيقة زيادة الوزن بعد الزواج عند الرجل والمرأة أيضا أهلا وسهلا بك دكتور شرفتنا كيف الحال؟ الحمد لله دكتور في دراسة جديدة لها علاقة ببرنامجنا دراسة فرنسية أثبتت هذه الدراسة أن المتزوجين عن حب تزداد أوزانهم بنسبة 57% بعد الزواج وكشفت الدراسة أيضا التي أعدها معهد مايا بودلير الفرنسي أن الحب يفتح شهية الزوجين ما يساعد على زيادة الوزن ما بين أو ما يقارب من 5 إلى 10 كيلو جرام وأرجعت الدراسة ذلك إلى الأطباق التي يقومان بتحضيرها وتناولها خاصة أثناء مشاهدة التلفاز إضافة إلى أنه في بعض الأحيان إذا كان لأحد الزوجين عادات غذائية سليمة من الممكن التأثير بها على الطرف الآخر ولكن نسبة 45% من الحالات إما يتفقان على إعداد الطعام سويا أو الذهاب إلى أحد المطاعم لتناول الطعام المفضل مما يؤدي إلى زيادة الوزن إذن هذه دراسة فرنسية حديثة جدا كتير انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وكالات الأنباء المختلفة يعني حقيقة هذه الدراسة هل أنت متفق مع هذه الأرقام دكتور؟ الحقيقة لا أتفق مع الأرقام لأنه في 57% من الوزن أكتب من نصف الوزن لو تصورنا أنه أنا وزني عندما أتزوج 70 كيلو معنى كده أن أنا حبق 105 كيلو بعد ما تجاوز هذا ممكن يحصل لكن على مدى سنين طويلة يعني الأرقام لازم ترتبط بكادر زمني وإلا معناها بيه الدليل الأكبر على كده أنهما قالوا أنه زيادة من 5 إلى 7 كيلو جرامات إلى 10 إلى 10 وده معناه لو افترضنا أنها 10 كيلو جرامات وأنها 57% زيادة في الوزن يبال الوزن الأصلي كان 20 كيلو جرام وده حاجة مش دقيقة يعني تخلو من الدقة لكن أنا أتفق مع الدراسة أنه فعلا مع الزواج في الأغلب لأنه طبعا كل قاعدة لها شواز ولكن في الأغلب العام بيحصل زيادة في الوزن الأسباب متعددة من أهم الأسباب دي أنه الإنسان بعد ما بيتزوج بيصل في الأغلب برضو إلى مرحلة من الاستقرار النفسي هو عادة بيتزوج بعد ما بيكون نجح في عمله بيكون يعني بدأت الحياة تستقر من نواحي متعددة حتى لو ما كانش يتجوز في المرحلة دي ووصوله لمرحلة النجاح المرحلة دي بتخلي برضو يشعر بنعم الاستقرار نفسي هرمون الأدرينالين هو الهرمون اللي بيطلع مع التبتر وحتى مع الانفعال العاطفي وفيه هرمون تاني بدأ يعني يعرف دلاتي اسمه الاندورفن أو مادة كيميائية زي المورفين بالزبط ولكنها مادة داخلية بتفرز في الجسم مع الانفعال العاطفي الحاد يعني أثناء فترة الخطوبة الاندورفن ده بيطلع في دم الإنسان بزيد وفي مخه حتى بيأثر في شهيته للأكل بيخليه أقل قابلية للأكل في المرحلة دي مع اتمام الزواج وامتداد الحياة الزوجية بتقل حدة العواطف صحية موجودة ويمكن بتزداد لكنها بتتحول إلى نوع آخر من العاطفة يعني عاطفة غير مرتبطة بالانفعال اللحظي يعني مش عاطفة جياشة عاطفة هادئة مستقرة فده بيحدث معه انخفاض في مستوى الاندورفن ده في المخ وده الإنسان بيحتاج للعاطفة باستمرار نعم لو ما أخدش العاطفة من خلال الانفعال النفسي بيأخدها من خلال الأكل وده أحام بتزيد في بعض الأشخاص اللي هم عندهم نوع من يعني عدم الإحساس بعدم النجاح أو الفرستريشن أو الفاشل فبيبتدي وزنه يزيد بسرعة أكتر جدا لأنه بيقولك حتى كأنه بيأكل عاطفه فالحقيقة العاطفة مرتبطة جدا بشهية الإنسان للطعام نعم دكتور عفوا عن المقاطع بالنسبة لأزواج نتحدث عن الرجال الرجال عادة بعض الزواج تزيد الدهون في منطقة الكرش لديهم يعني فهل هذه ظاهرة يعني ممكن أن نقول أنه نسبة كبيرة من الرجال هكذا أم أشخاص محددين ده الحقيقة معظم الرجال عرضة لزيارة الوزن في مناطق معينة لجسمهم هي منطقة الكرش والصدر والحقيقة مع الأسف الشديد نوع السمنة دي هو النوع اللي مرتبط أكتر بأمراض القلب وأمراض الشريين والجلطة الدماغية وما إلى ذلك فهو بعض السيدات أيضا يمكن أن يصابوا بهذا النوع من السمنة وإن كان في الأغلب السيدات بيصابوا في السمنة في الجزء الأسفل من الجسم الحوض وما أسفل ذلك ولكن الرجال بيصابوا في الجزء الأعلى طبعا سبب ده هو اختلاف الهرمونات اللي موجود بين السيدات والرجال الرجال عندهم التستوسترون وهرمون الواضح الصورة على اليسار هنا بيتبين أن الكرش هو أنا الحقيقة الكارتون ده هزود السمنة من الكرش الفوق كمان لمنطقة صدر الرجل هو الكرش موجود بهذا الكارتون عند الرجال أنا شايف كمان أنه لازم الصدر يزداد مش بس الكرش لأنه ده نوع السمنة اللي بيقولوا عليه الأبل ده هنا صورة دقيقة جدا وده مرتبط السمنة هنا مش بس تحت الجلد ده كمان في أعماق البطن وبين الأعضاء وده بترتبط بخروج مواد كيموية معينة بتؤثر في شرعين القلب وتؤدي إلى الزبحة الصدرية وخلافها نعم بما أنه دكتور يعني طبيعة ما نأكل والعادات الاجتماعية هي سبب رئيسي يعني لازمنا حدثنا عن طريقة تغير العادات بعد الزواج واللي تؤدي بشكل أو بآخر إلى زيادة الوزن فيه نقطتين مهمين جدا بيحصلوا مع الزواج أول نقطة هو أنه الإنسان قبل ما يتزوج بيبقى يعني غير منتظم في مواعيد الطعام أو غير منتظم في الالتزام بمواعيد الطعام مع حدوث الزواج ومع بداية الزواج بالذات بيكون فيه نوع من الاهتمام من الطرفين بنجاح العلاقة الجديدة دي فبيبقى نوع من التآلف للالتقاء الاجتماعي على مواعيد الطعام فبيبقى فيه انتظام في معادة الفطار والغداء والعشاء في الأغلب الأعام يعني زي ما بقول دايما كل قعدة لها الشواز فالإنسان بيضطر أنه يأكل هنا لأسباب اجتماعية أكتر منها أسباب وبالذات يمكن المرأة نعم دكتور أفن المقاطعة يعني أحيانا لما يكون الإنسان لوحده ويأكل بتكون الكمية أقل بينما لما يجتمع مع آخرين يعني تنفتح نفسه زي ما بقوله يعني بس شيء أكبر لكن هو الالتزام والاهتمام بنوعيات الطعام لأنه برضو الزوجة بتبقى حاسة أن هي تحت الاختبار ربما عاوزة تبين للزوج أن هي شطرة في الأكل أن هي طبخها جيد وربما كمان يمتد لأم الزوج أو يعني فيه اعتبارات فيه ولائم بيتم تجهيزها وبيبقى فيه نوع من يعني التوتر الاجتماعي أنه الزوجة هنا وأمها عاوزين يظهروا أنه فيه قدرات معينة أنه الزوجة شطرة ونوعيات وطرق لأنه ما فيهش أسرتين بيتبخوا بنفس الطريقة وكل من ناحية الاجتماعية فيه ضغوط نفسية على المرأة بتضطرها أنها تزود نسبة يمكن الزبدة في الأكل تختار أنواع من اللحوم معينة لها طعم أحسن محمرة الضغوط دي زائد انتظام موعيد الأكل والالتزام بالنوعية الطعام وأنه نتناول الطعام في في اجتماع هو نوع من التواصل الاجتماعي نوع من الحب أو الود اللي بينشأ بين الزوجين أي شيء خير الأمور الوسط لما بيزيد بيأدي إلى نتائج مضادة فيه عامل آخر العامل ده هو الحقيقة مواعيد النوم أو فترة النوم معظم الناس بيتصوروا أنه مع الزواج بتزيد عدد ساعات النوم هي الحقيقة ربما عدد ساعات البقاء في الفراش بتزيد لكن ما فيش شخصين مواعيد نومهم وصحيانهم أو الساعة البيولوجية في جسمهم مضبوطة زي بعض بالزواج يمكن بعد سنين من الزواج ده بيحصل لكن في بداية الزواج الزوج بينام في وقت غير الزوجة وبيصحى في وقت غير الزوجة أحيانا هو عايز يشتغل أو حتى لو بتشتغل هي مواعيد أخرى بيبقى في فترة هما الاثنين نايمين فيها لكن دي فترة صغيرة من الليل في بداية الليل واحد نايم والتاني لسه ما نامش لما بيجي نام بيقلق نوم الشخص اللي نام وبيأثر في الساعة البيولوجية في جسمه بطريقة سلبية سلبية من ناحية الهرمونات اللي بترتبط بالطعام دائما الإنسان لما بالهرمونات في جسمه اللي هي بنذكر منها الإندورفين اللي احنا قلناها والأدرينالين لكن كمان في مادة اسمها البرولاكتين والأكسيتوسن المواد دي مرتبطة بالنوم الصحيان ولكن كمان مرتبطة بالعلاقة الحميمة بين الزوجين فمع الزواج بيحصل نوع من التغيير في الهرمونات دي مع اضطراب مواعيد النوم والصحيان بيؤدي إلى أنه الإنسان محتاج يعود ده بأنه يأكل أكتر شوية هل خلافات الزوجية والزعل ممكن يفتح الشهية على الأكل عند البعض؟ في بعض الأشخاص نعم في معظم الأشخاص ده بيؤدي إلى زيادة في الأدرينالين الهرمون التوتر وزيادة في التوتر الحاد هو الأدرينالين وكمان لو العلاقة الزوجية بقى سيئة على مدى سنين بتؤدي إلى زيادة في هرمون الكورتيسول كمان وده برضو مرتبط بشهية الإنسان مستوى السكر في دمه يعني تزيد تقصد بتؤجي في بعض الأشخاص إلى زيادة الأكل فيبتدي يحصل نوع من السمنة في بعض الأشخاص التانين برضو بترتبط بالحالة النفسية وبالطبيعة التكوين العلمي كمان للشخص في بعض الأشخاص لما بيواجهوا نوع من الفشل الأسري في خلال العلاقة الاجتماعية بيدور على مخارج أخرى العمل علاقاته في العمل انتاجه العلمي محاضراته أو انتاج قدرته على أنه يكسب أموال أكتر يعني بيدور على نجاح أخرى في بعض الأشخاص بيدور على زوجة أخرى أو يعني مش عايزين نتكلم خاصة لما أمراته يزيد وزنها فيقوم يبص على لو سلمنا بهذا يبقى محضرات زوجة لما زوجة يزيد وزنه يعني هو أشخاص مختلفين بيستجيبوا للضغوط بطرق برضو مختلفة في بعض الأشخاص لما بيبقوا تحت ضغط الفشل في العلاقة الزوجية بيأكلوا أكتر وفي بعض الأشخاص تحت ضغط التوتر في علاقتهم الشخصية مع الأزواج بيأكلوا أقل جدا وبيفقدوا وزنه نتحدث عن المرأة وزيادة الوزن الزوجة عادة الزوجة بعد إنجاب الأطفال يزيد وزنها نعم يعني كلنا نعرف ذلك ولكن هل هناك أسباب أخرى يعني غير الإنجاب برضو مع الإنجاب بيحدث أولا مع الحمل بيحصل زيادة في الوزن ليه بيحصل زيادة في الوزن لأنه مع الحمل فيه جزء بيتكون هو المشيمة اللي هي الجزء اللي بيغزي الجنين المشيمة دي عضو يعني بيسموه غضة صماء زيها زي البانكرياس زيها زي الغضة الدراقية وهكذا بتغير يعني موازين الهرمونات في الجسم إلى صورة إيجابية أكتر يعني بحيث الجنين ينمو ولكن الأم بتتأثر بالبداية عشان كده الوزن بيزيد أثناء الحمل ويمكن في بعض الأشخاص لعشر كيلو جرامات معظم الوزن ده بيقل بعد كده ولكن في بعض الأشخاص بيلاقوا أنه ده صعب جدا فقدان الوزن فيه هرمون تاني بيجي بيبدأ يظهر مع نهاية فترة الحمل وبيستمر طول فترة الرضاعة وهو هرمون البرولاكتين البرولاكتين ده هرمون قوي جدا بيطلع من الغد النخامية في قاع المخ وده هرمون زي هرمون زي هرمون زي هرمون النمو فتخيلي حضرتك أنه فيه هرمون إضافي غير الهرمونات اللي الست متعودة عليها طول حياتها بيطلع في جسمها أثناء فترة الرضاعة طبعا الهدف منه هو يعني مساعدة في إدرار اللبن مع الاستروجين والهرمونات الأخرى ولكن في نفس الوقت هو بيشتغل على كل جسم المرأة وبيؤدي إلى زيارة الوزن لذلك من الأخطاء أو من التعبير الخاطئة أنه الناس تتصور أنه أثناء الرضاعة الأم يعني تضعف آه محتاجة لأكل كتير أو هي محتاجة أزياد سنة مش كتير أنه عشان تغزي الطفل ما بيقزوا نعم لكن الاحتياج ما هوش بالصورة اللي موظم للناس وفيه بعض المجتمعات بيضيفوا يعني مشروبات تحتوي على كميات رهيبة من السعرات الحرارية لمساعدة الأم في الفترة دي مثل شو دكتر؟ زي الحلبة وزي المغات وزي المغات لكن ليس كويسة هذه الأنواع؟ هي بتدي سعرات حرارية عالية جدا هي العرف أنها بتزود إدرار اللبن لحقيقة إدرار اللبن المطلوب كل المطلوب هو الطفل نفسه الطفل كافي جدا سبحان الله يعني فيه ربنا سبحان الله تعالى خلق الطفل عنده القدرة على أنه ينشط إدرار اللبن في الأم عن طريق الرضاعة فالمجرد أنه الطفل بتحط على صدر أمه بعد فترة صغيرة جدا بيبدأ اللبن يستجيب لكن الأشياء اللي هي المقصود منها هي برضو نوع من المبالغة هي حتزود ولكن مع التزويد اللي هو بنسبة بسيطة وربما غير مؤثرة بيحدث معها زيادات شديدة في الوزن وبيبقى صعبة جدا تخلص منها بعد كده يعني هذه المشروبات قد تؤدي إلى زيادة طبعا بتؤدي إلى زيادة الوزن لأنه كمية السعرات فيها يعني مكسفة جدا وبعض الناس بتضيف لها الزبدة السكر ده مقدور عليه لا دهون كمان فبتبقى أو المكسرات بكميات ضخمة وبتبقى يعني كمية السعرات اللي فيها غير معاولة طيب بعد الولادة دكتور يعني يصعب على المرأة أن تخفض من وزنها يعني مش كل السيدات برجع على وزن الطبيعي يمكن بعد الولادات المتكررة أو هي مرتبطة بطبيعة الغذاء وتحضير الوجبات بعد الولادة بيحصل طبعا ضغط على وقت المرأة هي بعد ما كانت مسؤولة عن نفسها وعن زوجها بقت مسؤولة عن طفل الأول وبعدين زوجها وبعدين نفسها وأحيانا الزوج بيبقى عنده بعض يعني مشاعر الأنانية مش عايز يفقد مش عايز يفقد من وقت الاهتمام فالزوجة بتبقى تحت ضغوط شديدة جدا فمن آخر الأشياء اللي بتفكر فيها هي الوزن اللي زاده ترى هحله إزاي طبعا هو الحياة مش بس زيارة وزن كمان ضعف في عضلات البطن وضعف في عضلات الحوض الأسفل بحيث إنه لو ما فعلا ما اهتمتش بالوضع ده مع تكرار الحامل والولادة ربما تحدث مضاعفات من هبوط الرحم وما إلى ذلك في مش بس مجرد زيارة الوزن مضاعفات صحية تحت مضاعفات صحية تحت زي مثلا سقوط المسانة سقوط الرحم هاي بسبب الوزن بسبب ضعف عضلات الحوض ضعف العضلات وزيارة الوزن طبعا الثنين ضعف زيارة الوزن تؤدي دايما إلى ضعف العضلات وضعف العضلات كيف ممكن واحد يتفدها الإنسان يتوقع الأول ما يستناش أنه يحصل وأنه يواجهوا بالتمارين الرياضية الخاصة بالبطن والحوض أي ميد وايف اللي هم القابلات بيبع عندهم فكرة جيدة عن التمارين اللي هي تقوي عضلات الحوض والبرينية من المنطقة السفلة من الحوض عشان ما يحصلش مشاكل في انتظام البول مثلا أو السقوط في عنق الرحم أو السقوط في المسانة وما إلى ذلك فالحقيقة النقطتين اللي أنا عايزة أرجع لنقل السؤال اللي احنا ليه ليه التغيرات اللي بتحصل هو علخصها بأنها انتظام مع وعيد الأكل كنوع من العلاقة الاجتماعية الحاجة الثانية ارتباك في عدد ساعات النوم نعم بسبب عدم يعني الانتظام أو يعني بيقولوا عليها أسينكروني يعني ما فيش توفق كامل ما بين ساعات النوم أو الصحيان ما بين الزوجين ذكرت نقطة مهمة أيضا تتعلق بمسألة الضغط عند الرجل والمرأة ضغط الدم ضغط الدم نعم نعم الحالات اللي ضغط دم الزوج فيها مرتفع بيكون أيضا ضغط دم المرأة مرتفع مش شرط ان يكونوا في نفس المستوى ولكن بيمشوا سوى الفوق وبيمشوا سوى التعام يا سبحان الله ومش بس ضغط الدم كمان مستوى السكر في الدم الصايم نعم كلنا طبعا باستثناء الدعابيت باستثناء مرضى السكري نعم لكن لو الأشخاص ما عندهم شي سكري برضو الأسر اللي فيها مستوى السكر في الزوج مرتفع شوية أو ميال الارتفاع مستوى السكر في المرأة بيكون أيضا ميال الارتفاع شو السبب هل هي مسألة كمان العلاقة بالهرمونات ولا بطبيعة العلاقات بين الرجل السؤال ده طبعا كان سؤال مهم جدا لأنه قبل ما اكتشفوا الملاحظات دي كان الاتجاه أنه ضغط الدم المرتفع هو وراسي وبيعتمد على الجينات وبيعتمد على الأسرة صحيح وأنه نفس الكلام مستوى السكر في الدم يرتبط بدهون الجسم وهو برضو نوع من الاستعداد الوراثي لما طلعت النتائج دي كانت يعني مستغربة ولكن تكرر تأكدها من دراسات أخرى فأثبتت أنه مش بس الجينات مهمة ولكن العلاقة العاطفية؟ كمان الحياة نفسها ونوعية الأكل ونوعية الحياة وكمية الحركة والأسرة ككل يعني حيان تبصي الأسرة معينة تلاقي الأب وزنه زايد والأم وزنها زايدة والأولاد وزنهم زايدة مع بعض كل ما تبذل مش يعني دي ده نوع من الاجتماعيات يعني من التعايش اللي أدى إلى زيارة الوزن عند جميع يعني معناه أنه بيأكلوا نفس الأكل نفس بكميات كبيرة بيعني يعرف بيخطئوا نفس الأخطاء بيختاروا الأكل غلط بيختاروا كميات الأكل أو تعودوا على أن يعني انحق على مين بهاي المسألة الأم؟ أنا بحط الزوجة كنمرأة واحد دايما انحق على الزوجة؟ لا مش دايمة لكن بالنسبة للأكل بالذات الزوجة واخدها دور مهم جدا لأنه هي لها القيادة في اختيار الأكل أولا وفي إعداد الطعام في معظم الأحوال طبعا في أسر بيكون الزوج هو غاوي يطبخ مثلا أو غاوي يأكل أكل جاهز مثلا فاست فود وأكلات سريعة فاست فود دي طبعا مشكلة أخرى والأسر اللي بيبقى عندها الاستعداد ده بتلاقي كل الأسر الرايحة مكدونالدا ورايحة واحد بيشجع الثاني يعني بالضبط وبيبقى نوع من العرف في الأسرة أنه الأيام دي احنا بناكل كذا والأيام دي ودي الكميات هي كذا فهو نوع من التعايش الاجتماعي الوزن وضغط الدم ومستوى السكر في الدم بيتناسب طرديا ما بين الزوج والزوجة وأعتقد كمان الأولاد وإن كان يعني الأولاد ليهم طبعا حكموا في النمو وما إلى ذلك ولكن بين الزوج والزوجة فيه فعلا أبحاث أثبتت أنه بوديماس اندكس اللي هو علاقة الوزن بالطول ومستوى السكر ومستوى ضغط الدم بين الزوج والزوجة بيتغيروا بطريقة طردية مع كل زيادة وزن في الزوج بيزداد الوزن في الزوجة ومع كل زيادة ضغط دم أو مستوى السكر في الزوج بيزداد وهي ترتبط بالحالة النفسية والضغوط اليومية وطبيعة الطعام والحركة يعني نعم كلها هاي الأمور الدكتور في دراسة أخرى يعني وهذه المرة الدراسة بريطانية تتحدث أن الحب يؤدي إلى السمنة يبدو مشاهدين أنه للاستقرار العاطفي ضريبة صحية إذ خلصت هذه الدراسة البريطانية إلى عدة نتائج حديثة هذه النتائج تقول أن الحب والعواطف الإيجابية بين الزوجين من العوامل المساهمة في زيادة وزن الأفراد خاصة للجنس اللطيف وكشف مسح أجراه مركز دايت شيف البريطاني أن أكثر من 60% من الأفراد يكتسبون وزنا زائدا ما أن يدخلوا طبعا عشر زوجية وعلاقة عاطفية مستمرة ووفقا للدراسة فإن من يعثر على شريك الحياة يصبح أقل انتباها لزيادة وزنه وأقل حرصا على شكله مقارنة بمن لم يجد نصفه الآخر بعد كما أن الشركاء يميلون إلى أمضاء معظم أوقاتهم داخل البيت أو يقصدون المطاعم كنوع من النشاط المشترك وأرجعت الدراسة العلاقة بين الحب والسمنة إلى وقوع المرأة العزبة تحت ضغط المنافسة خلال رحلة البحث عن شريك الحياة إذ تجد نفسها أثناء رحلة البحث حريصة على الحفاظ على رشاقة قوامها للتمتع بالجاذبية الجسدية والظفر بشريك الحياة واستنادا إلى نتائج البحث اتضح أن نحو 50% من النساء يتغير معدل استهلاكهم للطعام ويبشرن في تناول كمية نفسها من الطعام التي يتناولها شركائهم كما تنخفض نسبة انتباه المستقرين عطفيا إلى صحتهم مقارنة عما كانت عليه قبل الانخراط في العلاقة الزوجية إذن يمكن هذه الدراسة أقرب إلى الوقعية هي أكثر تعقيداً لأنها بتدخل إلى المشاعر الإنسانية ودائماً المشاعر الإنسانية معقدة جداً فهمها معقد جداً هي موضوع الاهتمام بالشكل والقوام قبل الزواج وبعد انخفاض وبسبب التنافسية وبسبب عدم التأكد يعني كل إنسان مش عارف طب يا ترى هل أنا ممكن أكون مقبولة عند الطرف الآخر طب هل يا ترى يعني دائماً فيه نوع من الأسئلة وعدم التأكد ربما فيه شخص ثالث ربما فيه تنافسية ففي الفترة دي بيبقى الإنسان طبعاً ودي حاجة ملحوظة جداً يعني أن الأشخاص في المرحلة دي من حياتهم بيبقوا مهتمين وبيبقوا كمان أصغر سناً وبتبقى المشاغل الزوجية ومشاكل الحياة الزوجية لم تدخل بعد إلى حساب الوقت والجهد بس هي أنه دكتور مسألة أنه الواحد خلص لما تجوز أنا لقيت شريكة حياتي وهي راضية فيني فما في مشكلة إذا زاد وزني طبعاً ده غلط جداً موجودة هي موجودة لكن ده خطأ شديد خطأ لأنه يؤثر على الصحة بعدين ده أحد الأسباب أولاً يؤثر على الصحة سنين أي علاقة بين طرفين بتحتاج أنها يحتاج لرعاية ما ينفعش أنها تبتجي شجرة مثلاً لوحد زرع شجرة ويسيب الشجرة دي تمشي يحملها لا محتاجة لرعاية وتقليم سنتحدث عن موضوع الرعاية دكتور فمفروض أنه الاهتمام ده يستمر نعم اسمح لي دكتور أخذ اتصال من الأخ نبيل من لندن السلام عليكم السلام عليكم أهلاً وسهلاً بك تفضل السلام للدكتور عليكم السلام وليوم لا تكلم بالعربية واسمحولك عدروني كان عندي كلمات بالإنجليزية شكراً جزيلاً لك تفضل أخي عندي زوج نقط لأحبت في رأيي عندي زوج نقط لأن الدراسة التي ندروها هنا في السيكولوجي تهضر على إزدياد الوزن أولاً هي العلاقة الزوجية في العلاقة الزوجية كان الزوجات عندهم مشاكل ودبورشن أيها ودبورشن تؤثر على السلوك والإموشن وتدي إلى النقلات نعم وتنسى روحها خالص وتبدأ تكره في روحها وتكره العلاقة التاحة وهذا يؤثر على إزدياد الوزن وفي النقل الثاني هي الزوجة لما تكون ولا الزوجة لما يكون تؤثر على الوزن خالص تقصد إذا كانوا تحت علاج تحت علاج ويأخذوهم أدوية بشي تؤثر يعني تفتح شهيتهم على تناول الأطعمة أكثر واللقطة الثالثة بصحية ممكن موضوع آخر هو لما تحصل العلاقة كذلك تؤثر على الزوجة وفي النقلاق تنسى خالص على الأطفال تاحها والأطفال يتأثروا بالعلاقة ويجداد الوزن تاحها بخالص نعم يعني نقاط مهمة جدا أخ نبيل أخ نبيل يارد تترك رقم هاتفك عند الزملاء عشان حابين نحكي معك إن شاء الله شكرا لك أخ نبيل ذكر أخ نبيل يعني موضوع مهمة موضوع الاكتئاب خاصة اللي بياخدوا أدوية لعلاج الاكتئاب هل بالفعل يعني يأكلوا بشراها أو بشكل أكبر الحقيقة أدوية الاكتئاب وأدوية السكيزوفرينيا البرانوية بتزيد الوازن من ضمنها طبعا مش كلها ولكن من ضمنها مجموعة بتؤثر على وزن بطريقة مرضية ولكن في طرق متعددة عشان كده يعني العديد من الأطباء النفسيين بيفضلوا أنه يستعملوا نوع تاني من العلاج زي الكوجنيتف ثيرابي مثلا ولكن رغم وجود الاكتئاب والاكتئاب يعني أكثر شيوعا في المرأة عن الرجل ولكن أيضا يصيب الرجل ولكن يعني أنا مش هحط ده كنمر واحد في العلاقة الزوجية دي حالات مرضية زي بذلتنا فيه مريض عنده مرض سكري مريض عنده مرض الكلا في بعض الأشخاص عندهم سكيتسوفرينيا مثلا وبتبقى العلاقة الزوجية متوترة بصورة مرضية يعني وجود الاكتئاب سواء عند الزوج أو الزوجة طبعا بيؤثر على العلاقة الزوجية بصورة مرضية وبيؤثر على الأولاد في الحالة دي زيارة الوزن بتبقى أحد المشاكل ولكن مش أهم المشاكل لأنه في بعض الأحيان بيحصل نعم الميول للانتحار مثلا الأخ نبيل أيضا تطرق للدوميستيك العنف ضد المرأة ومش بس ضد المرأة الدوميستيك ممكن يحصل ما بين الزوج والزوجة في أي اتجاه مش شرط أنه هو من الزوج للزوجة وبعين الفايلنس هنا مش بس فيزيكا مش بس يعني جسدي ده ممكن يكون نفسي الكلام يعني نفسي يعني في بعض الزوجات بتبقى عايش حياتها أو الأزواج عايش حياته خارج الأسرة هو بيتعامل مع كل الناس بصورة جيدة إلا مع الزوج أو مع الزوجة فده نوع أنا في رأيي أنه هو برضو لأنه الضغوط النفسية اللي بتمارس من أحد الزوجين على الطرف الثاني بتؤثر وبتؤدي إلى أشقاق داخل الأسرة بلا شك طبعا ده بيأثر على الأولاد وبيأثر على الزوجين وبزيد من الوزن كمان لأنه بصير واحد يهمل لما يشعر أنه فيه إهمال أو يقلل الوزن يعني ممكن يمشي في أي اتجاه ولكن هو إهمال وبيأثر طبعا على الأطفال من ناحية أداءهم المدرسي بيأثر على علاقات الأطفال بالمجتمع ككل أو بعض طواقف المجتمع بيأثر علاقاتهم من الزوجين في المستقبل نعم اسمح لي دكتور أن أخذ فاصل قصير أيضا مشاهدين فاصل ونواصل اشتركوا في القناة 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 حصة اليوم لماذا يزداد الوزن بعد الزواج نرحب بضيفنا دكتور حافظ أحمد من جديد أهلا وسهلا بك معنا دكتور أمور أخرى كثيرة تزيد الوزن نحن نتحدث عن حلول لأنه وقت الحصة يمر بشكل سريع ولكن دعنا نتحدث عن سبب آخر ومهم وخطير وهو الجلوس لساعة طويلة أمام التلفزة أو الكمبيوتر أيضا أعتقد أنه يزيد الوزن أبلا شك أثناء جلوس الإنسان أمام التلفزيون أولا حجم هو سلبي هو بتفرج يعني انفعاله مع الأحداث بسيط جدا فحجم الطاقة اللي بيبذولها الإنسان قليل جدا غير ما يكون بيمشي أو غير ما يكون بيتحرك أو بيعمل أو بيأخذ أي اتجاه إيجابي في الحياة فالسلبية دي هي أحد وسائل الهروب على فكرة في حالات الاكتئاب وما إلى ذلك يعني لو كملنا من السؤال الماضي للأخ نبيل عن الاكتئاب هنلاقي أنه هؤلاء الأشخاص بيمضوا وقت طويل جدا إما قدام التلفاز أو قدام الكمبيوتر لودنج and down loading and socializing مع ناس يعني بيتواصلوا اجتماعيا مع ناس بعاد بعاد لأنه عايش حياة روتينية غير حقيقية حياة أونلاين حياة زي بيقولوا virtual life يعني هروب وكأنه من الحياة اللي هو عايش هو هربان بيهرب من الحياة الحالية إلى حياة أخرى ربما كانت في الماضي أشخاص أصدقاء آخرين إخوة أو أخوات في بلد آخر أو تعارف على الناس جدد أو هو بالضبط حضرية جدية دي أخطرهم طبعا أنه أشخاص جداد خالص وده نوع من من الهروب طبعا أثناء الفرجة على تلفزيون إنسان بيجوع فبيأكله هو قاعد أو بيشربه هو قاعد ما بفكرش في كمية السعرات الحرارية اللي بتخش جسمه زائد أنه لما بيصهر قدام تلفزيون وغالبا الناس بتقضي ساعات بالليل مثلا بيجوع فبيأكل واجبة إضافية غير الوجبات العادية هي واجبة بالليل وبعدها بيأكلها وينام فأثناء ما هو نايم الأكل تهضم فبيروح للجسم فبيتحول لدهون ولايل جدا هاي في حال إذا واحد أكل ونام مباشرة أو بعد وقت قليل أكل في وقت متأخر من الليل يعني أي أكل وهو هنا الخطورة طبعا مشكلة أنه الأكل بالليل هو من ناحية زيادة الوزن طبعا له خطورة لكن إذا الإنسان ما عندهش مشاكل يعني ممكن إنسان يأكل لكن ما تبقى شيء دي طبيعة إنه الإنسان بيبتلي يتعود إنه الساعة 12 بالليل هو عاوز يتعشى العشوة نمرة 2 العشوة 2 دي الساعة 12 بالليل هي اللي حتتحول معظمها إلى دهون سواء في الكارشة أو في أي مناطق طيب شو النصيحة إذا كان للزوجة وحضرتك قلت إنه هي ملكة القرار خاصة في موضوع الأكل وما تحضره من أطباق لأسرتها يعني نصيحة للزوجة والزوجة أول نصيحة إنه يبقى الأشياء المتاحة زي ما يقول للنبلنج للأزأزة أو للأكل اللي هو ما بين الأكلات يبقى متاح في صورة فواكه وخضروات زي ما يقولوا عليها الطماطم أو البنادورة الصغيرة طعمها جميل وتقريبا ما فيهاش سعرات أو الخيار أو الخص أو الجزر وممكن يتأشر بصورة يعني أتراكتف للأطفال تتربي فيهم العدد دي من سن الصغر وتحاول تشجع الزوج على إنه بدل ما هو بيأكل مكسرات أو المتاح هو الخضار أو الفواكه أو كمان العصائر والمشروبات الكوكاكولا ومائلة زي كوكاكولا والكلام ده فيها كمية سكر كبيرة جدا وكمان الدايت من الحاجات دي فيها أحماض ممكن تكسر الأسنان وتضر بالأسنان فنوعيد الاختيار أثناء على السوبر ماركت لما الإنسان يروح في الشوبين عشان يتسوق لازم الزوجة أو الزوج أي أن أو حتى لو الاثنين موجودين يتكلموا ويراعوا الاتجاه الصحي نوعية الدهون بيستخدم في طهي الطعام لازل تكون كمية قليلة والأفضل أنها تكون زيوت نباتية ما تكونش زبد أو سمنة مثلا وكمياتها ما تكونش كبيرة طريقة طهي الطعام الأفضل أنها تكون مشوية سواء كانت جريلد الأسماك مثلا ممكن تبقى جريلد وممكن اللي هي الجريلنج حتى البطاطا البطاطا السومير ممكن تشوى ممكن تشوى وبطع معها جميل دكتور ماذا عن حجم الأطباق هل يعني يلعب دور في زيادة طبعا طبعا يعني برضو دي بتختلف من أسرة الأسرة والحجم هنا لو قلنا كبير وصغير هتلاقي أنه الكبير هنا صغير هنا والعكس صغير أحيانا في أطفال مثلا صغير بياكلوا أكثر من الكبار حجم الكمية هل هذا شيء طبيعي أم المقياس هو إذا بدأت تظهر أعراض السمنة على الأطفال دي حاجة في منطقة الخطورة لأن السمنة في السن الصغير بيستتبعها بالدق بما هو تقريبا مؤكد سمنة في السن الكبير فعدم تجنب السمنة في الأطفال مهم والإنسان ما يقولش الصدور بيكبر حتى لو بيكبر هو مش محتاج أن يكون سمين أثناء السن فتجنب السمنة في الأسرة وأن الأم يبقى لها نظرة على كل الأفراد وأن الزوج يبقى متفهم ومشارك في الاختيار ومستوعب أنه في نوع من التضحية بجمال الأكل في مقابل صحة الأكل لأنه ده بيأثر على المدى البعيد يعني المسألة في النهاية مش بالشكل يعني ولا بالحجم بالصحة يعني مصبوط بالنسبة للأكل طبعا الصحة هي أهم شيء ومحاولة تجنب زيارة الوزن للزوجين محتاجة جهد من الطرفين ومحتاجة أن الزوج ما يبقاش حاطة الزوجة دايما تحت ضغط أنه أصل أكل أمي كان أحلى أصل الأكل في المطعم أطيب أصل يعني كل شيء له مزايا ويوب لازم الصورة تتاخذ في الصورة عامة مختلفة مواعيد النوم والصحيان برضو يجب تنظيمها الإصرار على التمارين الرياضية والإكسرسايز برورية وأنه تبقى حاجة ما يبقاش هو نوع من الهروب لأحد الترفين برى البيت عشان أصلية يقايح لعب سكواش أصلية طيب ممكن الزوجة تشترك في هذا أو العكس ممكن يبقى ماشي أو ماشي في التراك مثلا حوالين ملعب الكورة ويشترك الزوج والزوجة فيه نوع من التواصل المشاركة الصحية وفي نفس الوقت فيه نوع من الرياضة يعني مش دائما لازم يشتركوا بالأشياء السلبية فيه أشياء إيجابية هو برضو مهم أنه يبقى فيه نوع من المساحة الحرية برضو يعني ما يبقاش الإنسان مصمم أنه 24 ساعة يعني فيه نوع من الحرية برضو مع الثقة ولكن مهم قوي أنه الطرفين يبقى لهم نشاط خارج البيت فيه ماشي فيه جاري فيه أي نوع الرياضة لأنه مهمة مهما كان الإنسان جوه البيت هو برضو مريح مرتاح فكمية الحركة اللي بيبذلها مهما كانت بتظلها أقل وبتنتهي باختياره بسرعة أو بتبقى انتربت بتبقى متقطعة لكن بره البيت هو خلاص يعني مضطر أنه يمشي المشوار كله أو أنه يستمر الوقت كله فالإسرار على الرياضة مهم جدا ونوعية الأكل وطرق طهي الطعام مهمة جدا وبرضو الإقلال بقدر المستطاع من الحاجات اللي هي زي الكريسبس والكلام واستبدالها بالخضروات أو الفواكه على طول حتى مش على طول لكن في الأغلب يعني في معظم الأطفال تحديدا هاي مسألة مملة بالنسبة لهم أنه يأكلوا نفس الأكل على طول الشوكولاتة والحلويات وما إليه ذلك برضو لها خطورتها بعدين فيه بعض المناسبات زي الكعك والبسكوت والبسبوسة صحيح دي فيه مطاع الخطورة دي الحاجات اللي لازم تتاخد يعني بنظرة حذرة جدا لأنه يعني من حيث الكمية أم من حيث من حيث الكمية ومن حيث التكرار التكرار يعني هي بتيجي في البيت مرة في السنة ولا بتيجي كل أسلوع لا مش مرة في السنة لأنه نحن أعياد مناسباتنا كتير يعني خلال السنة يعني برضو دي من الحاجات اللي هي لازم تتاخد بحذر الكيك مثلا في بعض الأسر الكيك ده حاجة عادية الجاتودة الأيس كريم برضو فيه كمية سعرات حرارية خاصة لأن يعني فصل الصيف قرب يعني على الأبواب فالناس بتتناول كميات كبيرة من الأيس كريم فيها سكر كثير وفيها دهون في حاجة تانية برضو الناس بتاخدها بنعمة الاستخفاف هو أنه بيشرب في اليوم مثلا 8 أو 9 مرات شاي مع حليب كامل الدسم صحيح لو حسبت كمية الدهون اللي فيه هي كمية كبيرة فالإنسان لازم يحتاط هنا وإذا كان يعني يخفف من شرب الحليب أو اللبن كمية الحليب تقل وإذا كان أفضل أنه يستخدم سيمي سكم ده هو نصف الدسم نعم أو فيه السوية حليب السوية أنا أفضل الحليب الطبيعي اللي هو مش نباتي اللي هو حليب حيواني ولكن كمية الدهون اللي فيه هي إما منزوعة بالكامل إما النص الأفضل هو النص إلا لو كان فيه مشكلة سمنة شديدة يبقى المنزوع الدسم في معظم الوقت مع مثلا يوم أو يومين في الأسبوع ونصف دسم لأنه الدهون اللي في الحليب فيها فيتامينات الجسم محتاجة جدا حتى للكبار حتى للكبار يعني مش فقط للصغر لا لا مطلوبة للكبار لها فيتامين ألف للشعر والجلد والنظر فيتامين دال للأسنان والعظم فيتامين كاف لتجلط الدم وفيتامين يسمو E E يمكن أو H وده مهم يعني يشرب هالإنسان ولكن مش بكثرة بشكل يعني يعرف أنه الحليب اللي أنا باخده باستمرار ده لأنه الفكرة العامة أنه الحليب ده من الحاجات الصحية هو صحية لكن لو زياد برضو بينقالب لضرر وخصوصا لو كان إنسان ده بيشرب شاي بتكرار في ناس مدمنين بيشرب الشاي ده طول النهار تقريبا مع حليب نعم أو مع السكر والسكر برضو كمياته الكبيرة مش كويس نعم يعني دكتور يعني موضوع الطعام تحديدا موضوع مهم جدا والحديث عنه مهم ولكن هل في أمور أخرى ممكن الناس أغدى عنها فكرة أنه هي ممكن تؤدي يعني في كثير من النساء بقولوا أنه نحن نتحرك كثيرا بالبيت يعني مع الأطفال والتنظيف والطبخ وكل هالأمور ومع هذا لا ينقص وزنة يعني الحركة داخل البيت مهما كانت هي حركة محدودة لأنها بتتم في نطاق ضيق وبتتم مع وجود الطعام والشراب حوالينا وبتتم لمسافات قصيرة صحيح هيمكن تتم الوقت يبدو أنه هو طويل ولكن في جميع الأحوال مش كفاية لتنظيم الوزن المرأة اللي شايفة أنها عندها مشكلة في زيارة الوزن أو بدأ وزنها يزيد لازم تضيف لنمط حياتها الحالي حاجة جديدة وهي اللي حيفضل وزنها زي ما هو أو حيزين في نقطة مهمة أنه مع زيارة السن مع التقدم في السن سرعة التمثيل الغذائي بتقل ويصعب فقدان الوزن بسهولة ويصعب فقدان الوزن صحيح فحتى لو أنا استمرت ما زودتش أكلي أو حتى قللت شوية مجرد أن أنا بتقدم في السن جسمي قدرته على استهلاك الطاقة دي بيقل فوزني حيزين لازم مع تقدم الإنسان في السن لازم يحصل نوع من التعديل ياما تقليل حجم الطعام أو نوعية الطعام أو طريق الطهيو ياما زيادة كمية الحركة زيادة كمية الحركة هي أسهل وممكن ملتنين مع بعض يعني الحركة وتنظيم الطعام طبعا طبعا هذا الشيء الأقوى يعني في التأثير نعم يعني أحيانا في ناس تلتزم ولكن مجرد أن يكون هناك عزومة أو مناسبة يعني تعود حليما لعادتها القديمة كما يقولون طالما ده مش بتكرر كتير يعني ممكن يعني الدنيا مش هتخرب لو مرة إنسان نفسه في بسبوسة أو نفسه في المحشي اللي هو معمول أو الفراخ المتحمرة بالزبدة يعني أوكي ممكن يعني مايبقاش ده القعدة مايبقاش هو دي طريقة أكل الجاج مثلا أو الحوم أو يبقى الطبيعي إن أنا بأكل اللحمة وهي مشوية لكن في مرة نفسي جات إن أنا أكلها محمرة في الزبدة أوكي يعني مايبقاش حرمان لأنه حرمان بيستتبعه يعني يعني فقدان بقى سيطرة آه لا الإنسان يبقى دايما يعني تحت سيطرة نفسه ويسمح لنفسه في إرادة يعني بأجازات من وقت الآخر بريك يعني مثل بريك اللي بين الزوج والزوجة اللي لازم يكون لازم يكون فيه حرية حركة إنه مش لازم 24 ساعة أنا عارفة الزوج فين وبيعمل إيه ومش شرط يعني أو العكس طبعا صحيح لازم يكون فيه حرية حركة مع الثقة يعني ولكن وبرضه فيه احترام لرغبات الطرف الآخر ما بقاش أنا وبس يعني ده نوع من الأدانية بتؤدي إلى نتائج عكسية يعني موضوع السيطرة لازم وحد من الطرفين السيطرة مش يعني بيؤدي لفقدان أكتر من مكاسب يعني الإنسان بيحاول يعمل نفسه شاطر قوي وعمره ما بيكتب في النهاية موضوع المياه دكتور وشرب المياه هل فعلا يساعد في إنقاص الوزن هو يساعد لو كان شرب بكميات يعني كبيرة يعني مش الماء اللي هتقلل الوزن يعني بتقلل من يعني تشعر الإنسان بالشبع أقصد عندما لو استخدمها قبل الأكل ممكن تعمل كده ولو استخدمها بدل ما بياخد كوكاكولا مثلا مع سكر أو عصير فواكه مع سكر هتعمل طبعا الفرق الشيء طبيعي إنو المياه ما فيهاش كالوريس خالص ما فيهاش سعرات نهائي ممكن تكون مياه فيها يعني سقعة بردة ممكن يعصر عليها شوية لمون مثلا كل ده بيديلها فليور أو نكهة طيبة وفي نفس الوقت ما فيهاش سعرات لكن هي ما بتغيرش من التمثيل الغذائي جوه الجسم نعم شكرا جزيلا دكتور على مشاركتك معنا دكتور حافظ أحمد أستاذ الأمراض في كلية الطيب سان جورج جامعة لندن على هذه المشاركة شكرا نتمنى أن نراك قريبا بحول الله مشاهدينا أشكر حسن المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر